اجتمع السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي مع سعادة السيد مايكل هاجر مدير مجلس المفوض الأوروبي للتجارة عقد الاجتماع في مقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل وخلال الاجتماع استعرض السفير أهمية مواضيع المنتدى السابع للأعمال بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون المقرر عقده في المنامة بتاريخ 21 من نوفمبر الجاري والمتمثلة في بناء مستقبل مستدام ومتنوع وتنشيط التنويع الاقتصادي وابتكارات واستراتيجيات للخدمة اللوجستية بالإضافة إلى تمكين المرأة في قيادة الإدماج الاقتصادي ومناصرة التنمية المستدامة والتي ستعيد تعريف دور المرأة في الاقتصاد المحلي مع التركيز بشكل خاص على سياق الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي اشتركوا في القناة